ومن جهة أخرى التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التطوير وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية كما تطرق النقاش إلى الآثار الإيجابية العديدة التي تحصدها دولة الإمارات من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ومن أهمها معرض إكسبو 2020 دبي حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين